ترجمة نانسي قنقر واجددت صاحبة السمو في البرقية الالتزام بمواصلة تنفيذ رؤى جلالة الملك المفدة في كل ما يتعلق بنهوض وتقدم المرأة وببذل قصار الجهود وبعزم وطني خالص للإسهام في تحقيق المزيد من المنجزات لرفعة بلادنا والحفاظ على نهضتها وأشدت سموها بما أقره مثاق العمل الوطني من مبادئ رفعت من شأن المرأة البحرينية ومهدت لها أرضية جديدة من الإسهام الوطني القائم على عدالة إتاحة الفرص والشراكة المتكافئة التي هي جديرة بها وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أعرب فيها جلالته عن شكره لسموها على برقيتها المهنئة بهذه المناسبة المجيدة مشيدا جلالته بالدور البناء الذي قامت به المرأة البحرينية بتوجيهات سموها وحققت من الإنجازات ما هو فخر لكل المواطنين واستعدادا لمستقبل باهر بإذن الله يتخذ من إنجازات الماضي والحاضر الأسس التي بها يرتقي شأن الوطن اشتركوا في القناة